لم تصلت الأضواء على الشيخ عمر الأطرش بالصدفة فإن لهذا الاسم تاريخاً وارتباطات تبدأ مع كل من عبد المعطي أبو معيلق فلسطيني والشيخ عرفان معربوني الذين كانا ينتميان إلى حركة الجهاد الإسلامي الرجلان وبعد اندلاع الأحداث في سوريا تركا الحركة وبدأ عبد المعطي أبو معيلق نشاطه في صفوف الثورة السورية وتزويدها بالمال والسلاح لم يقتصر نشاطه على هذا الشق فقد اشترى أبو معيلق مزرعة في حوش الحريم في البقاع الغربي حيث كان يجند عناصر جهادية هذه هي المزرعة اللي كان عرفت كيف اللي انكمش فيها سلاح كمية من السلاح اللي انكمش وإجا إشتاء الأجهزة الأمنية عرفت كيف حملت بيكابين وإلهم ملف بالدولة يرجعوا للملف بيعرفوا من أين تدهمت هاي المزرعة وكان فيها سلاح متوسط ومتفجرات واسلاح وقزائف أربيجي وعدة أسلحة وأنابل يدوية وكان فيها كمية هائلة وإجوا حملوا الأجهزة الأمنية وموجود ملفة وكان يقوموا بتدريب باللايل هون وعطون الأجهزة الأمنية الداء دي تقول باللايل شو هيدا الأطلاق النار عبي طلع بيحوش الحريمي نقول لهم ما بنعرف شي نقول لهم بالآخر تعووا حد المزرعة بتعرفوا انتهى دوره بعدما اعتقله لدى دخوله إلى مخيم اليرموك منذ سنتين الشيخ عرفان معربوني تابع نشاطه في الإطار ذاته استدرج هو الآخر إلى سوريا بعد اتصال أجراه معه ابن أحمد جبريل وهو كان على علاقة جيدة معه طلب منه ملاقاته في سوريا عبر معربوني الحدود وهناك اعتقله الجيش السوري بتاريخ 8 آذار 2013 حل إبراهيم أبو معيلك محل والده عبد المعطي تولى العمل الأمني والعسكري توارى عن الأنظار لفترة ليظهر بعدها مع شقيقته وهي زوجة عرفان كان يتردد بشكل سري إلى مسجد سيدة النساء الهاشمية في جلالة ويحث الشباب على القتال في سوريا شارك مع أفراد متورطين في زرع أبوات لمواكب حزب الله في البقاع ذكر اسمه أثناء التحقيقات مع عبد القادر عبد الفتاح نائب رئيس مسلمون بلا حدود بعد اعتقال معربوني أطل الشيخ عمر الأطرش على الساحة وكانت تربط الرجلين علاقة وثيقة كان الأطرش يتنقل بين عرسال وجلالة في البقاع الأوسط أخذ دور عرفان معربوني كخطيب في مسجد خير النساء الهاشمي شارك في العديد من الاعتصامات على طريق برلياس الشتورة لمنع صهاريج المازود من العبور إلى سوريا كان دوره لوجستيا أمن إقامة الانتحاريين نقلهم من سوريا إلى لبنان عبر عرسال نقل سيارات مفخخة وأحزم ناسفة عندما قامت القوة الضاربة بملاحقته وتوقيفه هو وابراهيم أبو معيلق كانت تلاحق شخصا ثالثا من آل الصلح من مجد العنجر لكنه تمكن من الفرار تاركا سيارته المرسدس في المارج وقد عثر الجيش في داخلها على كمية من المتفجرات والصواعق والأجهزة الخلوية كما ضبط جهاز آيباد وخرائط وإرشادات تجهيز عبوات هذا جزء من الحقيقة فأمور أخرى وارتباطات أخرى لهذه المجموعة أو غيرها من المجموعات قد تكشفها التحقيقات أكان مع الأطرش أو غيره من الموقفين في مقدمهم جمال دفتردار القيادي في كتائب عبدالله عزام والمتهم في الاعتداء على حاجز الجيش في صيدة بتاريخ 15-12-2013